قال مصدران من المخابرات المصرية لوكالة رويترز إن مسؤولا من وزارة الخارجية القطرية تعهد لمصر خلال اجتماع مع مسؤولين من مصر والإمارات يوم السبت الماضي بألا تتدخل الدوحة في الشؤون المصرية الداخلية نهائيا وأدف المصدر أنه تعهد كذلك بتغيير في توجه قناة تلفزيون الجزيرة القطرية ووسائل علام حكومية أخرى تجاه القاهرة وقال كذلك إن المسؤولين اتفقوا على تعاون اقتصادي وسلسلة اجتماعات حول عدد من القضايا المعلقة مثل ليبيا وجماعة الإخوان المسلمين وإن المسؤولين اتفقوا على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر على أن تكون تحت الاختبار حسب تعبير أحد المصدرين وأبدى المسؤول القطري رغبة بلا ضحف تطبيع العلاقات بين الدول الخمسي كلها وكانت وزارة الخارجية المصرية قد صرحت في بيان الأربع أن مصر وقطر اتفقت على استئناف العلاقات الدبلوماسية تأتي هذه الخطوة في عقاب اتفاق بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر هذا الشهر على إنهاء مقطاعة الدول الأربع لقطر والتي بدأت في 2017 بسبب اتهامها للدوحة بدعم الإرهاب وهو ما تنفيه قطر واتخذت خطوة بالفعل استئناف العلاقات بين قطر والدول الخليجية الثلاثة لكن مصر كانت الأسبق في اتخاذ خطوة رسمية وقال وزير الخارجية السعودية يوم السبت الماضي إن المملكة تتوقع إعادة فتح سفارتها في قطر خلال أيام واستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين وعادت مصر فتح مجالها الجوية مما الطائرات القطرية يوم الثاني عشر من يناير واستأنفت رحلات الطيران بين البلدين وكان إنهاء المقطع واحد من سلسلة اتفاقات اتبت عدارة رئيس الأمريكي المنتهي ولايته دونالد ترامب بهدف تشكيل جبهة موحدة في مواجهة إيران هذا وقد علق أخر سفير مصري في قطر محمد مرسي على بيان وزارة الخارجية المصرية حول عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر وعرب الصفير محمد مرسي في تصريحات لموقع صحيفة المصرية اليوم عن أمله في أن تلتزم كل الأطراف بتعاهداتها وأن تبدي حسن نواياها في إزالة مسببات الأزمة التي كلفت الجانبين على حد سواء الكثير وعبر عن أمله في أن تؤدي خطوة عودة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر والتي يتوقع أن تتم إجراءاتها التنفيذية قاربا والتي منها رفع التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى الصفراء وأيضا عودة الصفراء إلى القاهرة والدوحة خاصة إذا التزم الجانبان بالتفاهمات قمة العلا وعبر مرسي عن أمله في أن تسمى تلك الخطوة في عودة أوضاع العمل المصرية في قطر إلى طبيعتها السابقة وأن تزال المعوقات والإجراءات التي تعرض لها ابناء الجالية المصرية في قطر في الفترة الماضية نتيجة لتذاعيات هذه الأزمة في ضربة كبيرة لإسرائيل وجيشها الجيش الإسرائيلي الذي يرفض أن تتفوق عليه الجيوش والخليجية في العتاد والعدة سواء من حيث الأعداد أو من حيث التكنولوجيا فقد أبلغت مصادر مطلع رويترز الأربعاء بأن الإمارات وقعت اتفاقا مع الولايات المتحدة لشراء خمسين طائرة F35 وما يصل إلى حوالي 18 طائرة مصيرة آخر تكنولوجيا ومسلحة ومتطورة للغاية وعلى الرغم من أن الإمارات والولايات المتحدة كانت تعملا على توقيع الاتفاق قبل تولي الرئيس جو بايدون السلطة يوم الأربع فإن الرئيس الجديد قال إنه سيعيد النظر في الاتفاقات وعبرت الإمارات هي أحد أوثق حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط منذ فترة طويلة عن اهتمامها بحيازة المقاتلة F35 الشبحية التي تصنعها شركة لوكيد مارتن واتلقت وعدا بالحصول على فرصة لشرائها في اتفاق جانبي عندما وافقت على تطبيع العلاقة مع إسرائيل في أغسطس أبل الماضي ترجمة نانسي قنقر